والآن سنقوم من خلال سلسلتنا أمال فناني المستقبل 2012 برحلة عبر ألمانيا ونزور صناعي المواهب في أكاديمية موسيقى البوب في مدينة منهايم شاركت الأمريكية عزيفة الأورغرد في حفلات الأمريكي برينس وهي الآن مدرسة في منهايم الطالب مالتيس سيحول لحنه إلى قطعة موسيقية أعمال رائعة مع نجوم الموسيقى وهي موجودة أيضاً عندما ندرس الموسيقى الشعبية رائع لقد كنت للوهلة الأولى غير معتاد على أسلوب التدريس الذي أعرفه لكن هذا جلب معه بعض الأفكار الجديدة والتأثيرات الجديدة هنا في أكاديمية موسيقى البوب في منهايم توجد أنواع الموسيقى على اختلافها بدءاً من نوسيقى البوب والهيب هوب والفنك والتكنو عازفة الباس أنجي معروفة منذ سنوات كعازفة استوديو وحفلات حية وتحضر الآن للماجستار وفي وقت فراغها تكرس نفسها لأعمالها فهي العازفة الرئيسية في فرقتها الإلكترونية رفضت عروض عمل كثيرة لأتمكن من التركيز على دراستي وبعدها يمكنني أن أنطلق من جديد إذن أنا الآن في فترة قطاع لأتمكن من التركيز على مشروع خاص عشرون طالباً يحضرون للماجستار في موسيقى البوب في منهايم جميعهم يركزون على التأليف الموسيقي إلا أن هناك محاضرات عن ناحية الجمالية لمقاطع الموسيقى المصورة مثلاً في أي جامعة حقيقية أخرى أكاديمية موسيقى البوب موجودة منذ عام 2003 وهي المؤسسة الحكومية الوحيدة من هذا النوع إذ تتشابك فيها الفنون مع التجارة وقد تخرج منها بعض الموسيقيين الناجحين ولكن لا حد على الإطلاق يتنازل عن تحقيق مقطعته للمركز الأول وعما يمكنه الاستفادة منه بقدر الإمكان خلال سنتي الدراسة شبكة العلاقة هنا مذهلة فهناك عدد هائل من الموسيقيين العازفين وأنا لست بحاجة الآن إلى عازف إيقاع ليعزف لي أنغام الهيبوب لأنني أعرف بمن سأتصل مشروع مالتي هو فرقته The Astronaut Eye تعرف الشباب على بعضهم البعض في برصة الفرق في الفصل الأول في أكاديمية البوب ليقدموا بعدها حفلتهم الأولى والتي كانت بداية لسلسلة من الجولات فرقة The Astronaut Eye استطاعت بفضل أكاديمية البوب الوصول إلى شنكدو في الصين حيث عزفت في إحدى الجامعات الشريكة لأكاديمية البوب يبني الطلاب هنا علاقات وأدوات عمل يدوية أنجي عازفة باس جيتار لكنها تتعلم الآن العصف على آلة الكونتروباس الكلاسيكية شعارها كلما ازداد التنوع أصبح الأمر أفضل كلما ترجعت صناعة الأقراص المدمجة ازدادت الموسيقى الحية تألوقاً ويمكن أن نرى الاستثمارات الهائلة في مجال الموسيقى الحية نحن بحاجة إلى الكثير من الموسيقى الحية الجيدة تقع أكاديمية البوب في حي يونج بوش في منهايم وهو مكان جيد لتأليف وعصف الموسيقى لقد تعرفت هنا إلى زملائي في الفرقة والمنتجين ورجال الأعمال وغيرهم ممن يشكلون شبكة عمل متكاملة وهذا ما قد يجعلني أبقى هنا حتى بعد إنهاء دراسة الماجستير يسكن ابن الثالثة والعشرين في شقة مع آخرين ويمكنه هنا بهدوء الاعتناء بهوايته ألا وهي إعادة تركيب آلات أورغ قديمة لقد أعدت تركيب أشياء لآخرين أيضاً ويمكنني أن أتخيل إعادة استخدامها إنها أشياء يمكن تركيبها وبيعها تدأب أنجي على كسب المال من خلال عصف الموسيقى وهي تعزف في عدة مشاريع وتصور موسيقاها وستصدر مجموعتها الأولى في أذار المقبل عملت بجد حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن في مجال الموسيقى ووجدت طريقي وأصبحت أعرف كيف أقوم بأعمال لي بدل الاكتفاء بالعمل للآخرين رغم سعادتي بذلك إلا أنني أعمل الآن على تحقيق أحلامي أيضاً أعرف بأنني أعمل ما خلقت لأجله وأنا لا أرغب في عمل أي شيء آخر وهذا ما يجعلني لا أعير اهتماماً كبيراً للمادة في سلسلتنا آمال فناني المستقبل 2012 كنا هذا الأسبوع مع طلاب أكاديمية البوب في منهايم وسننتقل في الأسبوع المقبل إلى مدينة أسن حيث سنلتقي مع راقسين شباب شكراً للمشاهدة